نظمت تنصقية شباب الأحزاب وسياسيين ورشة عمل حول مباشرة الحقوق السياسية وذلك في إطار اهتمام التنصقية بمناقشة أهم القضايا التي تهم الشارع المصري وذلك في ظل الحوار الوطني تناولت الورشة مناقشة عدة محاور منها تقييم قانون مباشرة الحقوق السياسية ومدى الحاجة لتحديثه واتساق التشريعات والإجراءات التنفيذية مع الدستوري والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها حيا النهاردة كان صالون سياسي استكمالا لجولات تنصقية شباب الأحزاب وسياسيين فيما يخص الحوار الوطني وكان الصالون النهاردة والنقاش حول مباشرة الحوار السياسية تكلم الديوف الحقيقة في مجموعة كبيرة من الأطرخات والأفكار اللي بتتطرك لإحداث تنمية سياسية داخل المجتمع المصري سواء على صعيد دعم الأحزاب وقانون الأحزاب وما إلى ذلك من تشريعات تهتم بالحياة السياسية المحور الرئيسي لمناقشة أو لصالون تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين النهاردة كان عن الحقوق السياسية مدى أهمية هذه الحقوق ومدى إيجابية توعية المواطنة المصري بممارسة حقوقه السياسية اتناقشنا فيه بتعددية الأحزاب وعدنا عددها كبير وأنه هل بالفعل كل الأحزاب دي بتنزل تشتغل على أرض الواقع ولا لأ ولا إحنا مهتمين أكتر بالكم وليس بالعدد يعني ترجمة نانسي قنقر